اهلا بكم معاكم فاتن عري لاشغال الخرز والهند ميد الفيديو ده يا جماعة خاص بالناس اللي بتشتغل في مجال الخرز زي حالاتي كده او الناس اللي لسه هتبتدي في الشغل وكتير من الناس بتسأل ازاي اقدر احسب النسبة بتاعتي من الشغل تمام كده اول الحاجة لازم يبقى عند الميزان ده تمام وبنشغله اي منتج انا عايز اوزنه هنفترض ده كده طلع الوزن مية تسعة وتسعين جرم مية تسعة وتسعين جرم تمام كده يبقى كده وزن الخروف اللي انا عاملاه او ايا كان الشغل اللي انا عاملاه مية تسعة وتسعين جرم لو افترضنا ان الكيلو حاليا يعني كيلو الخرز مية وتمانين جنيه انا عايز احسب المية تسعة وتسعين جرم هتبقى بكام هنقول لو ان الكيلو الواحد كيلو او الالف جرم بيساوي مية وتمانين جنيه يبقى المية تسعة وتسعين بتساوي كام تمام هنبقى المعادلة عندنا هتمشي كده هنضرب نعمل المقص يبقى السين اللي هي تمن او سعر مية تسعة وتسعين بيساوي مية تسعة وتسعين في مية وتمانين على الالف هنحسب الحزبة دي هتطلع لنا سعر المنتج تمام سعر المنتج ده هو الخمات سعره كخمات بس هنفترض ان سعر المنتج ده في اتنين هنفترض ان سعر المنتج هنفترض ان سعر المنتج سعر المنتج ايه خمات دي سعره بالخمات فقط انا احسب نسبتي ازاي نسبتي هتبقى خمسين في اتنين يبقى سعر الخروف هيبقى مية مية جنيه حد هيقولي ده كتير لا يا فندم ده مش كتير احنا بناخد قد سعر قد تكلفة المنتج يعني لو المنتج خمسة وعشرين جنيه تكلفته خرز وخمات خرز وخيط يبقى نضرب في اتنين هيبقى خمسين لو ان تكلفته خمسين هنضرب في اتنين هيبقى مية واكتر من كده ان في بعض الحاجات اللي ممكن نحتاج او نضطر ان احنا نضيف اتنين في المية من سعر او تكلفة من التكلفة من التكلفة يعني لو قلنا ان دي خمسين في اتنين مية دي اللي هناخده احنا يعني هيبقى احنا واحدين مكسبنا خمسين جنيه يبقى هو خمسين واحنا هناخد مكسبنا خمسين وفي بعض الشغل اللي بنتطر ان اضيف اتنين في المية ليه يا فندم اتنين في المية لان بيبقى الشغل بواحد مجهود كبير او ان هو واحد مجهود وخاماته عالية بمعنى الشغل بتاعنا كل ما الخرزة صغرت كل ما كان سعرها اغلى يعني لو الخروف ده مثلا خرزة مقاس عشرة تمام دي ليها سعر غير ما بيبقى خرز مقاس ستة سعره اغلى وبيبقى شغله اصعب فبالتالي في الشغل اللي فيه خرز صغير بضيف عليه اتنين في المية ليه لان شغله بيكون اصعب دي كده اختصار شديد تكلفة ازاي اقدر احسب النسبة بتاعتي اعملتلكم فيديو سريع وعذروني على خط الحلو بتاعي ده ما حدش يعلق عليه الله يبارك لكم منعا للاحراج يعني فهنا اعتبر احنا كده بشكل سريع حددنا النسبة او تكلفة المنتج اللي انا ممكن اعمله وازاي اه اقدر احسبها ولو فيه اي جزء في الحاجات دي مش واضحة ياريت حضراتكو تسويلي في التعليقات وانا تحت امركو هوضح لكم اللي انتو عايزينه طبعا الفيديو ده يخص الناس اللي هتشتغل في المجال او اللي بدأت فعليا في المجال او الناس اللي حرفين شغالة وبتطلخبط في حسبة النسبة بتاعتها في الشغل فيديو سريع وخفيف ياربي تستفيدوا منو باذن الله لغاية ما قابلكم باذن الله الفيديو اللي جاي باذن الله كان معاكم فاتم عاري لاشغال الخرز والهند ميت شكرا لكم